دايماً في شهر رمضان كده بنتكلم على موسم الدراما والمسلسلات مع دخلة العيد بنتكلم على موسم أفلام السينما الجديدة ماينفعش نعدي اليوم ده من غير ما نتكلم عن أفلام العيد السنادي خصوصاً إنه فيه نجوم كبار جداً في السينما السنادي بيتنفسه على شباك التذاكر في موسم العيد موسم كبير وموسم فيه فصح وخروجات كتيرة وسينمات كمان بيبقى فيه زحمة على السينمات في مختلف أماكن البلد أو في مختلف أماكن الجمهورية على الأفلام الجديدة أول يومين في العيد كان فيه معانا مجموعة من الأفلام المتصدر حتى الآن هو فيلم شئه اللي بيعتبر أبرز أفلام السنادي هو فيلم أكشن بيضم عدد كبير جداً من النجوم زي عمر يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أبينا خليل كمان وفيه ظهور خاص للفنانة يسرى كلنا بنتابع ونشوف أفلام العيد السنادي يعني أبطال كتير وعوامل جذب أكبر يمكن شوفنا تريلر بتاع الفيلم فعلاً حاجة ترتقي بأنه نرجع تاني مرة تاني نروح للسينما ونشوف أفلام ترتقي بالجمهور المصري أنا شخصياً يمكن لسه ما شفتش الفيلم لكن التريلر عجبني جداً وأكيد أكيد هدخله العيد من المناسبات اللطيفة جداً جداً نحن ندخل السنما ونلم بعضينا كعيلة ونخرج مع بعض ويمكن منحب كمان نشوف الأفلام اللي بتتميز فيه مواسم الأعياد بالتحديد فيلم شئه من الأفلام اللي فعلاً لغاية دلوقتي محققة ردود فعل إيجابية جداً وكمان فيه ردود فعل كتير على فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد والطفل جان رامز الفيلم طبعاً كوميدي وده بيناسب مواسم الأعياد وبيكون فيه إقبال من الجمهور على الأعمال الكوميدية عشان كده الفيلم جيه في المركز الثاني في حجم الإرادات كمان بنافس في منطقة الكوميديا أو الأفلام الكوميدي فيلم علماشي فيلم علماشي اللي جيه في المركز الثالث بطولة الفنان علي ربيع وكريم عفيفي وآية سماحة وصلاح عبدالله طبعاً الفنان الكبير قصة الفيلم لطيفة جداً هي أنه بطل الفيلم بيعيش حالة ندرة الحالة دي هي بتستلزم منه الحركة المستمرة طول الفيلم لتجنب التعرض لجلطات الدم بيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم طول الفيلم الرحلة دي مليانة طبعاً بالقصص والمواقف والمفارقات الكوميدي يمكن كمان فكرة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فكرته جديدة وحلوة وده اللي احنا دايماً حابين أن احنا نشوفه في كتابة القصة في الأفلام أو صناعة الصناعة دي بشكل عام أنه الفيلم بتكلم عن يمكن نفس الأشخاص بيعيشوا في مواقف مختلفة أو حياة مختلفة كل شوية وده يمكن لذيذ بيعيش الجمهور في فانتازيا لطيفة كده يشوفه اختلاف يمكن عن القصص اللي احنا متعودين عليها دايماً موسم واضح أنه هو قوي جداً وفيه منافسة كبيرة وجديدة وزي ما قلنا أنه موسم الأعياد بشكل عام بيبقى فرصة كويسة للعائلة أن هي تجمع بعضها وحتى الصحاب أن هم يجمعوا بعض ويخرجوا خروجة السينما يمكن وحشنة جداً أن احنا ندخل أفلام حلوة مكتوبة بشكل كويس والسنة دي كمان زي ما قلنا بسانت أفلام جميلة جداً الورق حلو جداً يعني ملاحظة النقاط كمان اللي كتبوا اليومين اللي فاتوا ريفيو كده سريع على الأفلام إنه الورق حلو والفيلم بتعرفه من الورق والنص والسكريبت فأفكار جديدة زي ما قلنا وأفلام فعلاً تستحق المشاهدة وزي ما بسانت كانت بتقول فرصة جميلة جداً نحنا نلحق كده في آخر يوم العيد نروح سينما يبقى الدنيا فيها بش زحمة لأن دائماً بنخاف ننزل السينمات في العيد بتبقى زحمة شوية ونقضي وقت لطيف مع أفلام مختلفة وجميلة حلو النهاردة يكون معنا فقرة عن أفلام موسم العيد وحجم المنافسة على شبابيك التذاكر وردود فعل الجماهير والنقاط على الأفلام مرة تانية بنصبح عليكم وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر